نروح للجلسة اللي عقدها نهارده الجهاز الفني مع اللاعبين خلال المعسكر مغلق مع قبل اللقاء في يوتشر ان شاء الله كان فيه مطالبة كبيرة جدا والتأكيد على ده نقفل كلام ونقفل أي فكر وأي تركيز رايح للقاءات دوري أبطال أفرخيا نقفل الكلام ده نهائيا سواء اللقاءات اللي فاتت خلاص انتهت اللي جاي لسه أمامنا يعني محطتين قبل ما نروح للقاء الأول لنا أو اللي هنرجعتين يلعب في دوري الأبطال عندنا لقائم في الدوري ناخدهم كده لقاء لقاء نركز فيهم التركيز يكون فقط في اللقاء في يوتشر وعلى فكرة يا جماعة كما من سر النجاح ان زمالك يعني قدر يفوز بالدوري السنة اللي فاتت ان احنا أخذنا كل اللقاء لوحده ما قلناش احنا هنلعب مين بعدي مين بعدي مين ويا ده في فرقة صعبة في الآخر اصطفي ضغط اصطفي مش عارف ايه خالص انا النهاردة هلعب سين ركست استعدت لها الحمد لله حققت الفوز اقفل الصفحة وافتح ملف لبعده اللعب فلان ابدأ اشتغل عليه وده كان من أسرار فوز الزمالك وان شاء الله نرجعتيني نقفل على نفسنا اللعبة تقفل على نفسها نقفل على فرقتنا بشكل كبير جدا والتركيز يزيد داخل ملعب كمان الجلسة شهدت حديث مطول عن مباراة ضرورة الفوز في المباراة والحصول على الثلاث نقاط لمصلحة جماهير نادي الزمالك ونادي الزمالك والحفاظ على المنافسة بشكل طويل ما كنش انا بضيع نقاط لسه في دور الاول رايح اضيع نقاط سهلة طبعا الزمالك مفروض يفوز في كل اللقاءات الزمالك من الاندية اللي مفيش لقاء يكون صعب عليه محترمي لكل أندال في الدوري لكل أندال في أفرقيا مفيش لقاء يصعب على الزمالك في ملعبه برا ملعبه في أي مكان الزمالك اسم تاريخ كواليتي اللعيبة محترم جدا جماهير كبيرة جدا نروح لاتنين من اللعيبة المميزين جدا داخل نادي الزمالك أحمد سيد زيزو إمام عشور زيزو إمام عشور اتنين من اللعيبة اللي بيمتلكوا مهارات خاصة سواء في الملعب استلاموا تسلم بيعملوا كرات عرضية بشكل جيد عندهم سرعات جيدة جدا ما شاء الله بدنيا عليهم جدا ولكن في ميزة عند الاتنين حلوة قوي التسديد الاتنين بيسددوا من أي مكان في الملعب برجلهم الاتنين يمين أو الشمال للاتنين ما شاء الله مصبوطين على الجون فالنهاردة كان فيه كلام بقى مع الجهاز الفني لإمام عشور وزيز اللي هو أي فرصة تيجي بالتصويب على المرمى سدد أي فرصة من خارج التمنتاشر تقدر تسدد سدد دي ممكن تخلص ماتش التسديد يا جماعة حل وحل مهم جدا جدا مش لازم عشان أجيب جون يبقى عملت جملة وأوصل الكرة على الطرف والجناح يخش لجوه والباك يتير من ظهره وانطق مش لازم دا كل احنا شوفنا يزيزو سجل جون في اللقاء الولاد ازاي يا رجل عدل وشاط جون دا ممكن نعملها أكتر من مرة بس مش معنى كده أن يكون الموضوع زيادة عن اللزوم لا الموضوع هيكون برضو لما تحس أن في فرصة تقدر تسجل ومظبوطة والدني تهم شوت لكن لو تقدر في فرصة تسجل وفي حد ظهر يقدر روح للجون الأنسب بقى دي بقى هنا عقلية اللعب ومهارة اللعب وعندنا سيقة كبيرة جدا في لعبتنا